بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند طبعا بالتأكيد ده بلتقي بيكو بعد ختام الأسبوع الماضي ودايما كده في نهاية كل الأسبوع والأهلي مقبل على مباراة مهمة أو بطولة بقول لكم ثقة إن شاء الله نتقابل للأسبوع القادم ويكون النادي الأهلي فائزا بيئة المباراة أو حتى فائزا بيئة الكاس تقرر ده في مباراة سانداونز والمرة الأخيرة أمام نهض بركان في السوبر الإفريقي وبالفعل ثقة كبيرة جدا في لعاب النادي الأهلي بعد الفوز بالسوبر الإفريقي يوم الجمعة الماضية أمام نهض بركان في كأس السوبر بطولة جديدة رقم 7 كأس سوبر جديد يضعف لسلسلة بطولات في رصيد النادي الأهلي من البطولات الإفريقية وبالطبع خلال الفترة القادمة بعد تأجيل عدد من المباراة المحلية سواء دور عام أو كأس مصر ستكون الفترة القادمة هو استعداد جاد لمباراة الترجي التونسي في طبعا مرحلة الدور نصف النهائي لدور أبطال إفريقيا لن يكون الأهل مقبلا على أي مباراة محلية الفترة القادمة سوى التفكير والاستعداد للقاء الترجي التونس سواء الزهاب في رادس أو الإياب في القاهرة لذلك حالة النهاردة فيها تفاصيل وفيها مفاهيم معينة أو معلومات عن حاول نوضحها لكل السيدة المشاهدين فقط وحصرية من خلال شاشة قناة الأهل وعبر برنامج الترين لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم سؤال حلقة النهاردة بعد اجتماع اتحاد الكرة بالأمس مع أنديد الدوري الممتاز ما هي توقعات حضراتكم للموسم القروي الحالي؟ وجهة نظركم السيناريوهات هل الموسم ممكن يكمل؟ هل الموسم ممكن يتلغي؟ هل الموسم أثناء مشاركة الفرق في المباريات؟ ممكن يكون فيه قرار متعلق بالبطولات الإفريقية القادمة؟ شاركوا معنا وكل واحد يقول وجهة نظره بالتأكيد في الفقرة الأخيرة هنستعرض أكبر قدر من الأراء والمشاركات من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنسجرام وبإذن الله هنستعرض أكبر قدر من الأراء ده برنامجكم وبالتأكيد هنستعرض أكبر قدر وهتقوله كل كلامكم أو كل اللي هتقوله هنعبر بالتأكيد وهنعرضه في الفقرة الأخيرة لكن نبدأ حلقتنا بأهم العنوان فيه ترند الأهلي الفري يستانف تدريباته اليوم وفيه الترند المحلي إعلان قائمة المنتخب الأولمبي لمباراة جنوب إفريقيا الودية وفيه الترند العالمي صلاح ينافس على أفضل لاعب في البريمير ليج نتمنى التوفير لمحمد صلاح بالتأكيد فترة قادمة بقى فترة المريكات والشيء الصيفي ممكن ينتقل لأحد الأندية الأوروبية فرنسا يكمل مع نادي ليفربول ده هيبان خلال الفترة القادمة لكن أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع في فقرة ترند الترند وعندنا كلام مهم جدا في هذه الفقرة وكواليس متعلقة سواء بالدور العام أو المشوار الإفريقي بالنسبة للنادي الأهلي أهلا بحضركم من جديد وفقرة ترند الترند ترند الترند بالتأكيد النهاردة هيكون أبرز موضوع الناس كلها بتتكلم عليه في سوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة وهي نتاج الاجتماع الذي جرى بالأمس في مقر التحاد القرى من خلال اللجنة السلسية مع مندوبي أنديت الدوري الممتاز لبحث كيفية استكمال الموسم والخطوات المزمع اتخذها خلال الفترة القادمة طيب رغم كل التفاصيل التي تقالت والتصرحات الإعلامية التي تقالت من مبارح لكن النهاردة الصبح المهندس أحمد مجاكر ليه تصرحات إذاعية قال فيها كلام مهم جداً ما ينفعش يعدي لأنه فيه تفاصيل في الكلام ما بين السطور مهمة جداً أول حاجة تسأل على مباراة السوبر المصري قال السوبر المصري سيقام عقب نهاية الموسم وربط الأمر أنه ليه علاقة بالشرق الرعية وأن الشرق الرعية بتفكر ممكن تلعب السوبر المصري خارج مصر ومن هو قال تفاصيل ممكن وجهة نظره من ناحية إقامة مباراة السوبر ممكن تكون صح لكن في نفس الوقت أنت هتلعب السوبر المصري بعد نهاية الموسم وده الموسم الماضي وعندك سوبر مصري جديد بعد نهاية الموسم الحالي يعني ممكن تلعب سوبر بقيمة جديدة لموسم جديد مع سوبر آخر للموسم القادم بنفس القيمة يعني يفضل كان السوبر المصري تلعب خلال الفترة القادمة خاصة أنت كنت حاطت معاد من البداية وبعد كده أخرته أو لغيته ما أنت لما حطيت المعاد في البداية أكيد كان فيه تنصيق مع الشرق الرائع وأكيد كان فيه تنصيق مع المسؤولين بخصوص تحديد موعد السوبر لكن إرجاءه لنهاية الموسم بعد الدور والكاس خد بالك ده فيه سوبر إفريقي لسه يوم 24 تسعة فأنت الموعد ده المفروض كان يتحطي دلوقتي حتى لو أنت عندك زحمة في الأجندة بالنسبة للمباراة المحلية دوري أو كاس طيب الجزئية التانية هي متعلقة بقى بسيناريوهات استكمال الموسم موانس أحمد مجاد النهاردة قال تصرحات قال أن الأهل عنده ست مباراة مؤجلة والبراميدز عنده خمس مباراة مؤجلة بعد الأسبوع التسعة وعشرين هتكون متبقي خمس جوالات في ختام الدوري العاب الخمس جوالات المتبقية في الدوري العام ألعابهم في الفترة من عشرة لستة وعشرين أغسطس وآخر مباراتنا هتكون بينهم أربع أيام والدوري فيه تعاهد أنه ينتهي يوم ستة وعشرين تمانية طيب الجزئية التانية اللي اتكلم عليها قال نادي الزمالك طلب بالانتظار أنه يعني يلعب هو زمان كتباتي حاليا لعب خمسة وعشرين مباراة في الدوري والأهل يلعب تسعتاشر الزمالك تبقى لتصرحات الموانس أحمد مجاد النهاردة قال أنه عايز يلعب لغاية الأسبوع يعني السبعة وعشرين يعني يلعب مباراتين كمان ويتوقف لحين ما الأهل يخلص كل مباراته المؤجلة طيب هي وجهة نظر نادي الزمالك شايف وجهة نظره كده لابد من توازن بين تكافئ الفرص والمصلحة العامة لأن هناك جزءا من اللاعبين عقودهم تنتهي وينتقلوا إلى دوريات مختلفة ومثلما تتصور أن مصلحتك التأخير لحين إقامة مؤجلات الأهلي قد تجد نفسك تلعب أكبر عدد من المباريات بدون لاعب مثل فرجاني ساسي أنا التصريح ده هفهمه لو أنا بلعب في بطولة قرية أو لو أنا بلعب في بطولة دولية بتنسحني لكن لما بتكون بتتكلم على بطولة محلية في فرق أنت كمسؤول عن اتحاد الكورة في تعامل وسواسية ما بين كل الأندية وديجي تقول النادي اللي طالب هو عايز يلعب لغاية الجولة الـ 27 وعايز يتوقف لغاية لما قال لي خلاص مؤجلاته تيجي تقول له لا ده كده أنت بالنسبة لك عندك مشكلة أن فيه لعب عقودة تنتهي فبالتالي مش هتستفيد بيها الفترة جاية وهو أضرب مصلحته هو تكافؤ الفرص أنك تقول لي نادي يعمل إيه ونادي ما يعملش إيه التصريح ده ما ينفعش يعد يا جماعة لأنه فيه قدامنا على الشاشة هو ده التصريح اللي قال له مهان ساحاً بجاية النهاردة قال الزمالك طالب بالانتظار آخر سبع جولات لحين إنهاء الأهل مؤجلاته كان أردي أنه لابد من توازن بين تكافؤ الفرص والمصلحة العام أنا الغاية هنا أقول أوكي لو فكرة أنه ما تشط كلها تكون تلعبت زي بعضها واللي ده اللي عايزه الزمالك لكن تقول أصلي فيه لعيب عندك عقودة هتنتهي وممكن ينتقل الدوريات أخرى وبالتالي من مصلحتك أنك تأخر أكثر من كده لا إلعب عشان لعيب ده لو مشي يبقى أنت على أهل استفدت منه ده هنا ما فيش تكافؤ الفرص وإنت المفروض على مسافة واحدة من كل الأندية ده أنا أنا ما شفتوش في أي حتة في الدنيا أنا أقولي الكلام ده لو أنا في بطولة قرية لكن و أنا في بطولة محلية أقولي الكلام ده كل نادي أضرب مصلحته هو أشاف أنه عايز يلعب لغاية الأسبوع السبعة عشرين ويتوقف خلاص هو أضرب مصلحته لكن فكرة بقى اللي إحنا نجود ونباين اللي إحنا حارسين على المصلحة الكلام ده يثبت يا جماعة على فكرة أن ما يقال وما يشاع أن اتحاده كورة وقف في صف الأهلي أصل اتحاده كورة بيجامل الأهلي ده تصريح ست وصورة يعني تصريح موجود في كل المواقع وتصريح صوت النهاردة ده أكبر دليل أن اتحاده كورة بينصح وبيقول نادي الزمالك لا الصح بالنسبة لك كذا وكذا 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 مش عارب بصراحة يعني لا تعليق لهذا التصريح لأن في النهاية كل نادي بيطلب المناسب لي لكن تجود من نفسك وتقول لك السلعيد ده ممكن يمشي لو أنت انتظرت ولغاية الأسبوع السبعة وعشرين وممكن بعد كده اللعي بيمشي فما تلعبش به آخر سبعة تمن جولات مش بتاعت حضرتك على فكرة دي بتاعت الأندية كل نادي شايف مصلحته عايز وفي عند الإسبوع السبعة وعشرين يوقف عند الإسبوع السبعة وعشرين وخط للأهل مؤجلاته بعد ما يخلص سيم이즈 حط للأهل مؤجلاته الأهل ما عندهش أي مشكلة الأهل ما بطلبش غير حياة واحدة بس تكافؤ الفرص بين كل الآن دي والنادي الآهل مشغول ببطولات إفريقية وبطولة إفريقية مبارؤة مهمة مع تراجل تنسي يعني النادي الآهل مش في نزهة والنادي الآهل في أجازة النادي الاهل مقبل على مباراة افريقية والنادي الاهل استنادي اكبر فريق لعب مباراة افريقية ومحلية واكتر فريق سافر بر مصر محليا وافريقيا فبالتالي النادي الاهل بالتأكيد الفترة الجاية بعد ما يخلص مباراة ترجل تونس عينتظر بقى يشوف بقياه مباراة المؤجلة في الدوري والاهل مش هلعب خلال الفترة القادمة الا مباراتين بدون لعبي المنتخب الأولينبي مباراة سيراميكا ومباراة دجلة اللي الآهل يتنازل وقال مش عنديش مشكلة ألعب مباراة دجلة بدول لعيب المنتخب الأولمبي لأن الآهل كان ساعته حريص إن الدور يكمل رغم أن مباراة دجلة كانت محطوطة في معاد غلط وفي معاد لا يوناسب الأجندة لأن الآهل كان مسافر وعنده مباراة السوبر طبقا لخطاب الاتحاد الإفريقي اللي فيه نسخة منه عند الاتحاد المصري لقرة القدر طيب أروح للجزئية التانية وهي قائمة المنتخب الأولمبي قائمة المنتخب الأولمبي كابتن شوئي غريب النهاردة أعلنها بالنسبة خلال هذه الفترة عنده أجندة فبالتالي هيستفيد لهذه الفترة ويلعب مباراة دجلة مع منتخب جنوب إفريقيا كابتن شوئي استدعى حوالي 30 لاعب يعتبرهم القوام الأساسي والرئيسي لمنتخبنا الأولمبي اللي بيستعد لدورة توكيو خلال الفترة اللي جاية وطنقوا على الشاشة أسامي القائمة 30 لاعب أبرزهم طبعا الست لاعبين من النادي الآلي ناصر ماهر طاهر محمد طاهر صلاح محسن ست لاعبين من أصل 30 لاعب هيكونوا في قائمة المنتخب الأولمبي استعداداً لي يعني مباريات ودية أو مباراة ودية مع جنوب إفريقيا قبل القائمة النهائية اللي الكابتن شاو هيعلنها يوم 30 ستة استعداداً لدورة توكيو طب هيلعب مباراتين مباراة يوم 10 ستة والمباراة التانية يوم 13 ستة المباراتين مع منتخب جنوب إفريقيا 10 ستة و13 ستة وده في الأجندة الدولية وزي ما انتوا شاوين في الأسامي حتى فيه مصطفى محمد وفيه لعبة محترفة طبيعاً يستدعيها لنه في الأجندة الدولية وفي النهاية يوم ما يلعبوا مباراة ودية مع المنتخب الأولمبي اللي بيستعد لدورة توكيو فيه كلام على المنتخب الأولمبي والاستدعاءات والفترة اللي جاي هيحصل إليه في شهر سبعة كل الكلام ده سابع لأوانه يمكن احنا هنا في الترند فتحنا الملف ده وقلنا نهاية إفريقيا معاهد وممكن ما يناسبش دورة توكيو وقلنا الكلام ده من حوالي أكتر من شهر شهر ونص لكن مش هتكلم في القصة دي والتفاصيل دي والمعلومات الجديدة في الموضوع ده إلا لما نعدي مباراة التراجي بإذن الله مش عايزين نتكلم على أي حاجة متعلقة بدورة توكيو ولا نهاية إفريقيا ولا الجمهور إلا لما نعدي محطة التراجي التنسي لنها مباراة صعبة نخلص مطش التراجي ومع كده لكل حادث حديث خلال الفترة اللي جاية ونتمنى التوفيل الكابتين شاء وإن شاء الله في المرحلة القادمة وبيستعد لإبدورة الأولمبية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نلقي الضوء أيضا كمان على تدريب النادي الأهلي ونشوف آخر الاستعدادات بالنسبة للمرحلة الجاية خاصة النهاردة أول مرال للفريق بعد العودة من الأجازة والراحة الصلبية عاقب الفوز بالسوبر الإفريقي أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة مهمة جدا أنا أكلم شوية تفاصيل وأخبار مهمة جدا في هذه الفقرة أول حاجة خبر عاجل رسميا البرازيل تستضيف منافسات تاكوبا أمريكا وفق الرئيس البرازيلي على استضافة منافسات تاكوبا أمريكا 2021 والتي كان من المقرر أن تقام أو من المقرر أن تقام ما بين الفترة من 13 يونيو إلى 10 يوليو كانت الأرجنتين وكولومبيا من المفترض أن تستضيف البطولة لكن طبعا كان فيه احتجاجات في كولومبيا ضد الحكومة فبالتالي تعذر الاستضافة إلى أن اعتذرت أيضا الأرجنتين عن استضافة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا كانت السعادة الماضية كان اتحاد أمريكا الجنوبية كان بتكلم عن أن البرازيل من الأقرب أو الأفضل لاستضافة هذا الحدث خلال الأيام القادمة خاصة البطولة خلاص بعد حوالي 12 يوم لكن النهاردة ومنذ الحظات قليلة وافق الرئيس البرازيلي على استضافة المنافسات بشكل رسمي لذلك كوبا أمريكا ستكون في البرازيل خلال فترة من 13 يونيو إلى 10 يوليو وسيتم تحديد ملاعب المباريات خلال الساعات القليلة المقبلة الوقت دائع جدا لكن بالطبع الكل متشوق أن يتابع منافسات كوبا أمريكا وتفشي فيروس كورونا عمل أزمة كبيرة جدا البعض نجح في التنظيم لكن طبعا البعض بيواجه صعوبات في التنظيم خلال الفترة القادمة ده على مستوى القرى العالمية مش في كوبا أمريكا فقط لا حتى اليورو الفترة الجاية برضو كان المفروض فيه نظام هيتغير النظام بطولة أمم إفريقيا كان المفروض تتلعب فيه ناير الماضي اتأجرت لي العام القادم فبالتالي فيه تفاصيل كتيرة عن تباحها خلال الفترة اللي جاية وكل بطولة بتنظم أكيد هيكون فيها مستجداد بالنسبة للمرحلة اللي جاية لكن نروح بقى لترند الأهلي ونشوف المحتوى الموجودة عبر السوشيال ميديا وإزاي الأهلي بيستعد للمرحلة القادمة خاصة أن الفترة القادمة النادي الأهلي بالتأكيد عنده استعدادات مهمة جدا لمباراة الترجي التونسي وفي تدريبات وفي استعدادات وفي مباراة ودية لكن نبدأ مع بعض ونشوف ترند الأهلي أول حاجة معنا إيه النهار ده أول حاجة من الحساب الرسمي للنادي الأهلي على تويتر كتبوا نصور الأهلي جاهزة للتحليق للمرة السبعتاشر بنصف نهاء دور الأبطال في رحلة الدفاع عن اللقب أمام الترجي التونسي موعد لقاء الزهاب 19 يونيو موعد لقاء الإياب 26 يونيو طيب هنا أتوقف لحظة لأن في كلام مهم جدا عايز أقوله في هذا الشانج الحمد لله كنا احنا أول ناس اتكلمنا في هذا الموضوع واتكلمنا على موعد مباريات دور الأبطال إفريقيا يوم الأربعاء الماضي لما كل المواقع الرديا نشرت خبر أن مباراة الترجي والأهلي يوم 18 في رادس ويوم 25 في القاهرة وأنا ساعتها جيبت لكم صورة رسمية من صفحة الاتحاد الإفريقي على الويبسايت بتقول أن المواعيد دي مواعيد مبدئية لأن لسه المواعيد الرسمية ما تمش الاتفاق عليها وفيه خطبات لسه هتم إرسالها خلال الفترة اللي جاي لأن ما كانش من الطبيعي أن قايزر تشيفز يلعب مع الوداد يوم جمعة والساعة 9 بالليل أولاً في حاضر في جنوب إفريقيا الساعة 8 فما فيش مشاب بتلاقي بالساعة 9 ممكن يلعب ستة ممكن يلعب تلاتة ثانياً يوم الجمعة يوم عمل في جنوب إفريقيا فبيلعبوا يوم السبت فبالتالي المعلومات اللي كانت عندي وققتها الأسبوع الماضي المواعيد دي كانت مبدئية إلى أن أعلن الكابتن سارد الحفيز بالأمس أن جالوا خطاب رسمي أن المباريات يوم 19 في رادس 19 ستة ويوم 25 ستة يوم 26 ستة لقاء العودة في القاهرة إن شاء الله طيب الجزاية التانية هل المواعيد دي نهائية؟ تبقى للليحة المواعيد ممكن تتغير تاني ولكن بحد أقصى قبل يوم تمانية ستة لأن الليحة بتقول قبل معادل مباراة بعشر أيام بيكون المعادل الرسمي والنهائي والتوقيت الرسمي والنهائي وبيتم من خلالها إرسال الأطقم التحكمية وكل المسؤولين عن تنظيم هذه المباراة وبالتالي هذا الخطاب الرسمي أكد المباراة 19 في رادس و26 في القاهرة ولكن قبل تمانية ستة إذا الاتحاد الأفريقي عنده تعديلات بسبب أمور البس الفضائي ممكن يحدث تعديل عشان الفترة اللي جاية لو حصل تعديل إذا حصل تعديل تاني محدش يقولك أصل تأجيل أصل إرجاء تبلد غير كل ده وارد وبيحصل بتحط معاد مبدأي بعد كده الأهل بيطلب معاد في توقيت معين فالتحاد الفق يرد بالموافقة إلى أن يتم الاتفاق النهائي على المعادل الرسمي والنهائي وده بيكون قبل معاد المباراة بحوالي 8 أيام أو 10 أيام على حد أقصى طيب المباراة مباراة الأهل والترجي التونسي هل ممكن يكون فيه تقنية الفيديو بروتوكول الفار ممكن يكون بيطبق في هذه المباراة حتى هذه اللحظة رسميا لسه حتى هذه اللحظة رسميا لسه كل ما تم بخلال الفترة الأخيرة أن مجلس خبراء التحكيم أو لجنة الحكام أرسلت خطاب للأمانة العامة أو تحديدا لفيرون أمبامبا السكرتيري العام للاتحاد الأفريقي طلبت فيه تنفيذ بروتوكول الفار في مباراة نصف النهائي والنهائي طب إمتى يتم حسم هذا الأمر فيه 3 خطوات بتتم إذا تم الانتهاء منها قبل يوم 19.06 هيتأكد تنفيذ الفار في مرحلة النصف النهائي والنهائي إيه هي 3 خطوات أولاً للتحاد الأفريقي هيختر مجلس الآيفاب لحصول على الموافقة لتنفيذ الفار في مرحلة مبارتين دور نصف النهائي والمباراة النهائية مجلس الآيفاب هيعتمد الملاعب اللي بتنفس فيها تقنية الفار في نصف نهائي ونهائي دور أبطال إفريقيا حاجة ثالثة هيتم تجربة محاكاة إرسال وفد رسمي من خلال أطقم تحكمية وفد رسمي للاتحاد الأفريقي تحديداً لملعب كايزر تشيفز وملعب برادس لأن ملعب كازابلانكا ملعب الوداد وملعب الأهل والسلام ملعب معتمدة من الآيفاف في تنفيذ تقنية الفار لكن ملعب كايزر تشيفز ما فيش الفار بيطبق في جنوب أفريقيا ولا فرادس الدورة تنصف بيطبقاش تقنية الفيديو وبالتالي هيتم إرسال وفد رسمي لإقامة تجربة أو محاكاة من خلال تنفيذ مباراة بالأطقم التحكمية لتجربة كل الأدوات والمعدات اللي هيتم تنفيذها بعد انتهاء هذه الخطوات أقدر أكد لكم بنسبة 100% الفار موجود في نصف النهائي والنهائي ولكن النقطة الأهم أتمنى الوقت ما يكون شدي عشان المعدات والأدوات اللي بيتم إرسالها من الشركات اللي بتتعامل في تنفيذ تقنية الفيديو أو بروتوكول الفار تكون المعدات موجودة توصل تونس وتوصل جنوب إفريقيا لأن كده كده مصر والمغرب بتتعامل مع شركات الاتحاد الإفريقي بيعتمدها ومجلس الآيفاف بيعتمدها وممكن الفار يطبق في مصر ومغرب بدون أي مشكلة لكن أهم حاجة المعدات والأدوات توصل تونس خلال الفترة اللي جاية قبل مرحلة الدور نصف النهائي مين لقاتكم التحكمية؟ رسمياً لسه إمتى؟ خلال هذا الأسبوع بإذن الله إن شاء الله ممكن يتم الإعلان على لقاتكم التحكمية إذا ما تمش إقامة معسكر للحكام خلال الفترة الجاية لأن لو في معسكر تبقى للطلبات اللي طلبها المجلس الخبرى في التحكيم في الاتحاد الإفريقي وما تمش إقامة معسكر هيتم الإعلان الرسمي قبل يوم سبعة ستة طيب نروح للخبر التاني اللي معايا من الحساب الرسمي اللي مبتدأ على تويتر كتبوا صدمة في الأهلي محمد هاني يغيب ست أسابيع مصادر خاصة طبقاً للزملاء في موقع مبتدأ بيقول للفحصات الطبية أكدت إن محمد هاني يعني تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الضمة ليتأكد غيابه عن القلع الحمراء لمدة حوالي ست أسابيع على المستوى الرسمي كابتن سايد كان قال شد والإصابة لن تستغرج أكتر من حوالي واحد وعشرين يوم ثلاث أسابيع إمكانية لحقه مباراة الترجي ده هتوقف على البرنامج العلاجي خاصة في مباراة الإياب اللي عتكون في القاهرة لكن نتمنى بإذن الله محمد هاني يعود سريعاً لصفوف النادي الأهل أنا بتعامل مع المعلومة الرسمية ممكن البعض بيحاول يكتهد لكن هنشوف خلال الفترة اللي جايب إذن الله تمنى يكون قبل كده إن شاء الله ويكون موجود في لقاء الزهاب والإياب طيب نروح كمان للصفحة الرسمية للوطن سبورت على الفيسبوك كتبوا تشكيل اضطراري للأهل أمام الترجي التونسي بسبب أفشا وهاني هما بتكلموا من وجهة نظر فنية إن غياب محمد مجدي أفشا بسبب جزع الكحل والأمامية بالنسبة لمحمد هاني ممكن تجبر بيت سموسيماني على إجراء تهييرات في التشكيلة الأساسية بتكلموا إنه ممكن يدفع بيت سموسيماني بأكرم توفيق أو أحمد رمضان بكهم ممكن يدفع بناصر ماهر مكان محمد مجدي أفشا النهاردة بنتكلم واحد ستة لسه فيه كلام كتير قبل يوم تساعتاش وفيه متغيرات كتيرة مش عايز بقى الأحداث لكن بإذن الله إن شاء الله سقطنا في ربنا كبيرة إن شاء الله إن محمد مجدي أفشا خلال فترة اللي جاية فترة لك تكون بسيطة ويلحق لقاء الزهاب مش مباراة العودة طيب لسه إحنا موجودين مع حساب الوطن سبورت ونروح للحساب الرسمي على تويتر خبر عاجل عاجل يا فكرة عاجل دي بيبقى خبر رسمي يعني لكن عموما عمار حمدي يهدد قهربة بسبب قرار إدارة الأهل الفترة الأخيرة أنا بقرأ كتير أوي أو بقرأ كتير أوي أخبار عن قهربة وللأسف بحب يعني بشوف إن البعض بيحاول يشوف الأخبار السلبية طيب الخبر النهاردة بيخصوص قهربة إيه بقى بيته موسيماني بلغ لجنة التخطيط بقيادة المحسن صالح إنه هو عايز يرجع عمار حمدي بعد نهاية الموسم وقاطع فترة الأعارة مع نادي الاتحاد السكندري طيب إيه علاقة عمار بقهربة طبقا لما نشره طبعا الزملاء في الوطن سبورت عمار حمدي بيلعب ناحية الجهة الشمال الجهة الشمال لو بنتكلم موجود فيها جونيور أشيه طاهر محمد طاهر محمود عبد المنقم كهربة بيتكلموا لو عمار حمدي رجع بعد نهاية فترة الأعارة فيبع عندك وفرة في هذا المركز وأربع لعيبة لكن هما سيبوا التلاتة ومسكوا في فكرة كهربة وطبعا كل هذا الكلام يعني عاري تماما من الصحة لسه محدش شايف الرؤية الفنية الفترة الجاية بيتسو ممكن يفكر في مين من اللعبة الأجانب الفترة الجاية ممكن يتعاقد بعاه عمار حمدي لما ييجي ممكن بيتسو يوظفه في مركز تاني غير مركز قهربة وطاهر وجونيور أشيه جونيور أشيه ممكن يتوظف في مركز عشرة مكان أفشل أو ملحيش مبارات ترجل تونسي ففي تفاصيل فنية كتير فبالتالي هذا الكلام يعني سابق لأوانه ولسه في كلام كتير في هذا الشأن الفترة الجاية طيب الحساب الرسمي للأهرام على تويتر نشروا نادي رين الفرنسي بيطلب ديانج مقابل خمسة ونص مليون دولار نادي الفرنسي قدم عرض مالي بهذا الرقم لشراء ديانج من الآلي والحساب الرسمي للأهرام بيقول لم يكن العرض الفرنسي هو الوحيد لطلقاء ديانج في عرض آخر من نادي جلتا سراي التركي وأنا بقول لكم على المستوى الرسمي ما فيش أي خطاب رسمي وصل للنادي الأهلي بخصوص أي لعب كلها كلام شفهي وكلام من الوكلة أليو ديانج مكمل في الأهلي مش عارف ليه بعد مطس نهضة بركان 3-4 برامج ورابعض عرض فرنسي ديانج خلاص هيرحل مش فاهم إيه الأسباب كل اللعبة مكملة وديانج لسه مجدد وتعديل عقده عشان يستمرن مع الأهلي الفترة اللي جاية ولسه المشوار طويل طيب نبدأ مع بعض ونكمل الحساب الرسمي للأهرام على تويتر لسه مكملين مع بعض بنون يطير إلى المغرب للانضمام لمنتخب المحليين حسان عموتة المدير الفن للمنتخب المحليين استغل عدم انضمام بنون للمنتخب الأول وضمه للمنتخب المحليين اللي بستعد لبطولة كأس العرب هنا في خلطة عند الناس والناس فاكرة أن بنون عشان لعيب محترف بيلعب خارج الدورة المصري فالطبيعي لا يروحش المنتخب المحليين الفكرة يا جماعة في الأساس لما بيجيلك استدعاء من أي اتحاد اهل خارج يعني اتحاد المغربي الاتحاد التونسي بيكون فكرة الاستدعاء في الأجندة الدولية يتواجد مع المنتخب الولمبي يتواجد مع المنتخب المحليين يتواجد مع المنتخب الأول ده أمر يرجع للمنتخب أو للاتحاد المغربي من خلال تنصيق ما بين المديرين والفنيين فهو حاليا مستدع من الاتحاد المغربي فالأهل بالتأكيد تبقى للأجندة لازم يرسل اللاعب في المواعد الرسمية من 31.5 لـ 15.6 المغرب في الفترة دي هتلعب ايه؟ او هتشارك في ايه؟ ده أمر يرجع له فبالتالي وجوده مع الاتحاد المغربي ده بالتأكيد تبقى للوايح قانونا جدا ممكن يكون موجود مع حسين عموتة في أول يومين في المعسكر وبعد كده يستدعي وحيد خليله زيتش ويلعب مباراته دي مع المنتخب الأول فما ندرش تمسك الحتة دي وتقوله هو موجود مع المنتخب المحلي زي ده لعيب محترف بيلعب في النادي الأهل لكن لما بتيجي بقى على مباراة رسمية أو بطولة رسمية هنا بيكون في الكلام اللي بالطبع هو لعيب محترف خارج الدوري المغربي نروح مع بعض من الصفحة الرسمية لليوم السابع على الفيسبوك كتبوا الأهل يغلق ملف التعاقد مع نجم سانداونز في أمريكاتو الصيفي والكلام هنا على الأورجوياني جاستون سيرينو قصر الكلام على جاستون سيرينو سواء في الفترة السابقة أو في فترة الحالية لكن ماذا سيحدث؟ سنتعرف على هذا خلال الفترة القادمة ومش هتكلم أكتر من كده في هذا الموضوع لأنه قتل بحسا ولسه بادر على موضوع صفقات لأنه أعتقد فيها مفاجآت وكل ما يذكر ويقال في البرامج والصحف بعيد تماما عن ما يحدث في الغرف المغلق أخرج لفاصل وبعد الفاصل لسه مكملين ما حضركم بقى فقرات برنامج التريند أعلم بحضركم من جديد طيب الفريق النهاردة بالتأكيد بيبدأ لاستعدادات للمرحلة القادمة فريقا خد راحة سلبية عقب العودة من الدوحة بعد لقاء السوبر على النهضة بركان وبالتأكيد في حالة من التفاؤل حالة من السعادة الفريق يستعد للقاء التراج التنسي غياب فترة طويلة الحمد لله ما فيش مباراة محلية الفترة دي فلأول مرة بيتسو مسماني بيستعد للمباراة وعنده راحة سلبية أكتر من أسبوعين لذلك في هذه اللحظات زي ما انتم شايفين على الهوى طبعا تدريب فريق النادي الأهلي وأول تجمع بعد الراحة السلبية أذهب مباشرة إلى زميلي العزيز فاروق صلاح مفد قناة الأهلي من ملعب مختار التيتش بيجزير عشان نعرف منه آخر الاستعدادات آخر الترتيبات وفيه كلام كتير ممكن يكون في الاستعدادات بالنسبة للإسبوعين القادمين مساء الخير يا فاروق كل التحية لك زميلي العزيز محمد وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان طبعا محمد زمانت قلت طبعا النادي الأهلي بيعود من جديد لاستناف تدريباته هنا على استعداد مختار التيتش طبعا بعد رحلة خارجية بدأت من ملاقات فريق مميلودي ساندونز في مباراة الإياب لدور الثمانية لدور أبطال إفريقيا والتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ومن ثم الصعود للدور قبل الناي وكان الختام بملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية دوحة والفوز على فريق نهضة بركان بعد فين مقابل لشيء ويلفوز بكأس السوبر الأفريقية طبعا النادي الأهلي طبعا زمان تقولت محمد كانت راحة سلبية لمدة يومين النهاردة الفريق بيعود وبيستاني في أولى تدريباته على ملعب مختار التيتش طيب عايز أعرف منك بقى المجموعة الموجودة معك في التدريبات مين بيشارك مين واخد أجازة أطول اللاعبة الدولية طبعا أكيد سفرت لمنتخبات بلاده عشان الأجندة الدولية هل في تم الاستعانة بلاعب من قطاع الناشئين ولا لا البرنامج الفترة الجاية فيه مباراة ودية كم مباراة تدريبات الفترة الجاية هل ممكن يكون فيه أجازة تانية ولا خلاص كده الأجازة انتهت ويكون من النهاردة لغاية 19-6 التدريبات يومية يعني خلينا محمد نقسم الكلام لشقين شق نتكلم على الاستعداد للفترة القادمة وأيضا على اللاعبين وشق تاني نتكلم أيضا على الإصابات عندنا إن شاء الله أخبار سر لكل جماهير النادي الأهلي بالنسبة للشق اللي هو الاعداد للفترة القادمة كابتن سعد عبدالحفيز يعني زي ما صرح لنا يعني خلاص بيتم التجيز لمباراة ودية إن شاء الله هتكون يوم الخميس أو الجمعة القادم يعني لم يحدد الطرف اللي يكون مع فريق النادي الأهلي في هذه المباراة لكن تم الاتفاق إن شاء الله أنه هيكون مباراة ودية الفريق النادي الأهلي يوم الخميس أو الجمعة القادم بمشيئة طبعا الفريق هيستانف تدريباته غدا في نفس المعادة طبعا اللعبة الدولية محمد تم التحاقم بيه طبعا الأجندا الدولية كله إلى يعني منتخب بلاده طبعا من الأمور المهمة أيضا أن اللعبة المتخب الأولمبي كان الجاز الفني فضل أنه يديهم راحة النهاردة وينضموا لصفوف المتخب الأولمبي بدءا من الغد النهاردة بيشارك بس ناصر مار اللي طالب أنه يكون موجود يشارك وأيضا مصطفى شبير باقي اللعبين فضل الجاز الفني نديهم فترة راحة خاصة قبل الانضمام للمعسكر المتخب الأولمبي في الغد بمشيتي الله طبعا مستر بيتسو موسيمانيا محمد اتكلم مع اللعبين وفي محاضرة فنية وكان حديثهم مع اللعبين شكر اللعبين جدا على الفترة اللي فاتت وعلى المعارف قال ان كان فيه مجود ضغط كبير جدا عليكم خلال الفترة القادمة لكن انا دايما رهاني ان انا براهن عليكم على اي 11 لعب يمثل النادي الاهلي انا عنده طموحات كتير جدا مع الفريق النادي الاهلي ومع النادي الاهلي كفريق وكمنظومة انتو جزء كبير جدا هتقدروا تساعدوني في تحقيق هذا الطموح والانجازات وزي موعدنا الجماهير ان احنا لازم نكون على قدر ثقة الجماهير في الفترة الماضية ايضا خلال الفترة القادمة نكون على قدر ثقة الجماهير عايزين ننسى ان احنا ابطال افريقي عايزين نركز في مباراة الترجي طبعا يعني تقدر تقول حالة من الارتياح للعبين والجاز الفني مع تأجيل مباراة تامبي وان الفريق ما عندوش اي مباراة خلال الفترة القادمة هتدي وقتك كافي المستر بيتسو موسماني اللي بيفكر زي ما قلتلك محمد طبعا في المباراة الودية الاولى واكيد هيتخلى لها ايضا يعني عقب المباراة هيتم التجهيز ايضا لمباراة ودية ثانية طبعا بالنسبة لمعادة الصفر الخاص بالفريق الصفر لتونسي محمد يعني كان كلامنا مع الكابن سايدة اللي لم يحسم الامر ولكن ايبقى بيوم بين يوم 14 او يوم 15 من هذا الشهر عايز اطمنك ايضا محمد على حالة اللعبين المصابين يعني كلية حديث مع الدكتور احمد ابو عبلة طبيب الفريق النادلالي ايضا يعني قبل من الكلام المصابين كريم ندفد النهاردة محمد بيشارك في التدريب بالصورة الجمعية وبيشارك في تدريبات الكرة كريم ندفد جاهز بصورة تامة جدا المشاركة في الفترة القادمة محمد محمود الامر خلاص بالنسبة للتأهيل يعني اسبوع بس علشان صابتوا بفيروس كورونا لكن هيعود بإذن الله ما فوش اي مشكلة نروح بالنطة الاهم طبعا والحديث الاهم محمد مجد افشا ومحمدان الاتنين طبعا بيستمروا في البرنامج التأهيلي الخاص باللعبين اللي تم وضعه لمحمد مجد افشا ومحمدان خلينا اقول لك يعني ان شاء الله محمد مجد افشا بيتم يعني السير في برنامج التأهيلي وبنسبة كبيرة جدا ان شاء الله محمد مجد افشا يكون موجود مع النادي الاهلي ان شاء الله في المباراة الاولى لامام فريق الترجل في ملعب رادس بالمحاولات اللي بتتم بصورة كبيرة ان شاء الله محمد مجد افشا ان شاء الله يكون موجود عايز اقول لك ايضا ان محمداني كافة المحاولات اللي بتتم والمجود الكبير جدا بيعملوا الجهاز الطبي ان شاء الله محمداني هيكون جاهز في مباراة العودة لمواجهة الفريق الترجل تونسي في مباراة العودة اللي هتكون في القيرة. عايز اقول لك ان الدكتور رحمد عبابل قال لنا ان فيه استجابة كبيرة جدا من اللاعبيين وفيه يعني تماثل سريع ان شاء الله العضلات اللاعبيين ان شاء الله الامور تكون كويسة سواء لمحمد مجد ياشا او لمحمد هاني. اكيد. فاروق صلاح اخر سؤال التدريبات الفترة الجاية تكون يومية ولا يبقى فيه تدريب فترتين وكمان اخر حاجة هل ممكن يكون فيه راحة تانية الفترة الجاية ولا خلاص تدريبات بشكل يومي لغاية الصفر لتونس لا خلينا اقول لك محمد ان التدريبات تبقى تدريب واحد فقط. غدا ان شاء الله يبقى التدريب في نفس التدريب المعد التدريب اليوم. هيتم طبعا تدعيم الفريق ببعض اللاعبين من قطاع النشئين نظرا لزروف تنضمام اللاعبين للمنتخب الولمبي وايضا للدوليين. في مجموعة من اللاعبين النشئين هيتم تصعدهم بدءا من مران الغد. ومن الممكن عدد كبير جدا منهم يشارك ايضا في المباراة المقرر اقامته يوم الخميس او يوم الجمعة القادم. ما اكلمش الكابت النسيد او المستر بيتس موسيماني في اي جدوة الخاص بالراحة. يعني بعد المباراة الودية اللي هي الفريق ان شاء الله ياخدها يتم تحديد البرنامج. لكن انا عايز اقولك ان الفريق فترة اللي جاية كلها تدريبات كلها تجهيزات. يعني ان شاء الله مع عودة اللاعبين الدوليين وايضا عودة اللاعبين المنتخب الولمبي ان شاء الله كل اللاعبين يكونوا جاهزين ان شاء الله لمباراة الترجي بإذن الله بإذن الله زميلي العزيز فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا من ملعب التيتش بجزيرة أطلعنا على كل التفاصيل المتعلقة بالاستعدادات للمرحلة القادمة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسا مكملين بحضركم بفقرة برنامج الترند أهلا بحضركم من جديد والفقرة الأخيرة من برنامج الترند وهي مخصصة لكل مشاركات الجماهير على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة توقعاتكم لشكل الموسم ممكن ينتهي إزاي أو سيناريهات إنتهى محمد داشوشة بيقول الموسم هيكمل بإذن الله محمد خليفة بيقول استكمال الموسم الحالي وتتويج النادي الأهلي بلقب الدوري زي كل سنة بسيطة جدا طيب هو فيه توقع أو الناس بتتمنى الموسم يكتمل لكن طبعا كل الناس هتشوف الفترة الجاية الموسم ده هيكتمل إزاي ما تنسوش حاجتين مهمين جدا القيد الإفريقي شهر سبعة وثلاتين ستة آخر معادل إرسال أسماء الأندي حطهم في الحسبان وإنتوا بتبصوا على الموسم السنة دي الصورة هتبقى ماشية الزيائي لأن ده هي بالتأكيد هيشرة خلال الفترة الجاية في حلقات أخرى من برنامج التريند بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله أنا ألتقى على خير في حلقات أخرى من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء